أهلا بكم متابعي القناة في فيديو جديد قبل ما نبدأ وفضلا وليس أمرا كان ما زلتم ما اشتركتش في القناة أتفضل بالاشتراك وتفعيل الجرس بيش توصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية لحظة بلحظة مش نحكي وليوم على البوليميك الكبيرة اللي صارت على برنامج نهار لحد مهمك في حد وعلى مقادم البرنامج وسيم ميجالو بسبب فقرة في البرنامج وهي لعبة احتوت على مشاهد لأخلاقية وفيها إحاقات من كرونيكريات البرنامج مصطفح واسورانيا التومي وينتعرضوا لهجمة شريسة جدا من برشة متابعين للبرنامج اللي تلبوم الهايكا تدخل سريع لإيقاف مثل هذه المهازن واللي كان وراء الحملة هذي هو الفنان الشريف علوي اللي انشر صورة التقت من البرنامج وعلق عليها وقال شنو هذا مصدوم من أشهر وأشهر من فرشي في تليفس صدفة متعدي أمام مقهى التقت هذه الصور من تلفزة تنسية مصدوم شنو هذا وينوصلنا والأفضع ناس تتفرجوا أفوهم مفتوحة وفي حالة غيبوبة شنو هذا تدوين تشريف علوي دارت برج على السوشال ميديا وعملت بوليميكا كبيرة الشي اللي خلى منتجة البرنامج دارت بقوة كبيرة على تدوين تشريف علوي في تدوينة نشرتها في حسابها الشخصي قالت فيها نقدروا نحترم الفنان شريف علوي وباش نعلق على تدوينته لا لي شيء الا للإجابة على سؤاله شنو هذا هذا يسي الشريف اللي كبتيتو انتي من ساعتين كاملين من البرنامج هذا يسي الشريف برنامج ألعاب ليه خمسة سنين اللي اعتمد ليه على البوز وله على قلة لحيا هذا يسي الشريف برنامج التابعه برشة عائلات وبرشة شباب وبرشة صغار هذا يسي الشريف ترفيه نقي هذا يسي الشريف أولاد البرنامج المنشط والكرينوكارات ولهم كل التقدير يجيوا باش يخدموا على رواحهم بكل جدية ومن غير تخديمه هذا يسي الشريف صهر فريق الانتاج على تونسة البرنامج الموجود في 26 بلد بشي سياتك ما تشوفوا تكبتي كانت اللي دي تاي اللي ما يفهموشو العبيد الكل وأخيرا نجم تسأل ضيوفنا اللي شرفونا تلت خمسة سنوات على نوعية البرامج لكن هجوم غير مبرر بنظرة شخصية للغاية نجم تحكي فيه مع صحابك مش لازم فوزا في شي وجوه لكرينوكارات في سورة انتي بركة تشوفها سينو مرحبا بيك في أي وقت